السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات اعادة تدوير النهاردة هنعمل اعادة تدوير للمصفة قديمة مصفة بلاستيك وكان فيها اخرام كده زيادة شوية عن الاخرام بتاعتها يعني بوزت شوية ومش بنستخدمها هبتدي دلوقتي اعمل منها 3 افكار حلوين جدا الجزء اللي هو في النص الجزء المدور ده هبتدي افصله بكده بالقطر او بالمقص هيتفصل معاك المنتهى سهولة معدي الجزء اللي هو تحت اليد بتاعة المصفة بالشكل ده برضو ببتدي افصله تمام كده بقى عندي 3 اجزاء من المصفة زي ما احنا شايفين فيها اخرام كده واسعة شوية وزيادة فهنعملها عادة تدوير هنغير طبعا من استخدامتها دلوقتي هبتدي اخد الجزء اللي من فوق في المصفة وبعد كده بشيل اي زيادات موجودة عندي هستخدم هنا الاسبري اي رشة عندك هستخدم هنا الاسبري الاسود وهبتدي ارش الجزء ده كله وهستنى عليه لما ينشف وتأكد انه ينشف كويس جدا وبعد كده هبتدي استخدم الصفت الدهبي هو العلبة دي بتبقى موجودة عند الموين اسمها متلك او صفت دهبي وده طبعا احنا بنستخدمها في حاجات كتير ممكن تستخدميها في اي حاجة عندك مثلا ان تكون لونها ضغير تقدر اني تجديديها بها العلبة دي بيبقى سعرها تقريبا 20 جنيه وبتبقى حلوة جدا وانت تجدها كويسة يعني لو انت حابة اني تتغيري من حاجة عندك انا هنا هستخدمها معاكم حابة ان انا ادخل اللون الدهبي مع اللون الاسود بتاع الاسبري اللي احنا رشينا به الجزء بتاع المصفة البلاستيك تمام هبتدي دلوقتي استخدم استفنجة وهامشي كده زي نظام طبع كده براحة خالص عند الحرف بتاع المصفة تمام والجزء اللي من جوه ده برضو نفس الكلام واستيبها تنشف وبعد كده هستخدم جزء من قماش الخامية استخدم كده رسمة حلوة اي رسمة عندك تكون موجودة من قماش اي حاجة تكون موجودة عندك يمكن تستخدمي على فكرة دنطلة او قماش الخيش انا هقلب الجزء ده على الضهر وبعد كده هبتدي احطي شمع كده على الحرف وبس هبتلك القماش على الشمع حتى لو القماشة مكرمشة بالشكل ده عندك بمجرد ان انتي متحطي كمية شمع كده على الحرف بتاع الجزء المدور اللي احنا استخدمناه من المصفى وبتشيدي القماشة عليها طبعا من كل الجوانب هتبتدي تتفرد كأنها مكوية هبتدي دلوقتي أثبت كده باقي القماشة وطبعا أنا مثبتها ومحددة الجزء اللي أنا عايزة يكون باين معي تمام أنا عايزة الصورة بتاعة بوجي وتمضم هي اللي تكون باينة بالشكل ده في الديكور اللي بنعمله هبتدي دلوقتي أشيل بقى الزيادات كلها من القماش الزيادات دي كلها بتتقص معنا بمنتهي السهول وبعد كده هبتدي أستخدم بقى بالشكل ده أي شريط تسليم أنا هستخدم هنا شريط المنبون ده وده طبعا على حسب لون القماش أو الشكل اللي احنا مستخدمين هبتدي أثبته على الحر تمام حوالين الجزء المدور كل ممكن نستخدم بدل الجزء ده أي كارتونة كده مدورة وتبدأين أنت تتفرغيها من النص وتعملين نفس الديكور هستخدم هنا قطعة من الأستك وهعمل زي عليقة كده من الديكور اللي احنا عاملينه ونبتدي نعلقها والشكل ده يكون عملنا ديكور جميل وبسيط من قطعة وماش صغيرة وكمان من جزء صغير من المصفى تاني آآ فكرة هبتدي أستخدم فيها الجزء التاني من المصفى وهشيل طبعا أي زيادات من الجزء اللي فرغنا من جوه هستخدم هنا دواية لمبة محروقة وهشيل الجزء اللي هو من فوق تمام هبتدي أسخن آآ سكينة على النور وهبتدي إن أنا أشيل الجزء ده بمنتهى سهولة حط كمية شمع كده على الجزء بتاع الدواية ده وبسبت الجزء بتاع المصفى معاها بالشكل ده كأني موقفها تمام بسبت إيدي بس ثواني لحد ما شمع ينشف كويس جدا عشان تفضل سبتة معايا وما تدخلعش هستخدم معدي كده اللي سبري وهرش الحاكتين دول مع بعض تمام باللي سبري الدهري شكله مختلف تماما ودلوقتي هستخدم دنطلة أو جبير أي شريط تازين متاح بالنسبالك بس هنغير كده الجزء اللي هو من على الحرف ده ندريه ونديله شكل كمان يكون أحلى هسبت بالشكل ده كده عند الجزء اللي من جوة ده برده من نفس الدنطل وهسبت الدنطل ده على الحرف وكمان هستخدمه عند الجزء بتاع الدواية من تحت تمام غير الشكل تماما معنا تمام قد ده شكل أحلى كمان هستخدم هنا فرع النور اللي هي اللونة ده الصغيرة وهبتدي إن أنا أثبته بالشكل ده كده جوة المصفة أحط كمية شامع عند كل لمبة أو على السلك نفسه يعني بسيب مسافة كده بين كل لمبة والتاني وبسبتهم بالشكل ده كده جوة المصفة بقى عندي ديكور حلو جدا وسهل كمان عملي ممكن نستخدمه كحامل بالشكل ده للمصفة ممكن كمان تستخدميه في إن كنت تتثبتي ملاي أو أي شكل في الجزء اللي فراغناه من المصفة وممكن كمان تستخدمي أي صورة تمام استخدميه زي ما تحبي المهم إن احنا هنستفاد منها ونعمل منها ديكور يكون شكله حلو مختلف كمان ممكن تستخدمي فيه فواني صغيرة من جوة وتثبتيها جوة المصفة هتجد معانا شكل حلو جدا مع إضاءة الأنوار دي فكريته بسيطة وسهلة جدا فكرة اللي أنا عمليها عشان الجزء ده إن أنا عمليها حامل كده بالشكل ده للمصفة شكله حلو جدا كمان من بعيد والأنوار كمان قدت معانا شكل أحلى فكريته بسيطة وسهلة جدا تقدر تستخدميه زي ما تحبي الفكرة الثالثة هستخدم كمان الجزء المدور اللي احنا طلعناه من المصفة الجزء طبعا اللي كان بايز في المصفة ده هبتدي أستخدم هنا نجمة ده شكل كان موجود في كتاب ممكن تطلعها أي شكل نجمة عندك موجود في كتاب شكل هلال إحنا دلوقتي هنعمل أكتر من شكل من الهلال والنجمة طبعا أنا هطلعه من الجزء ده الجزء ده مخدم وشكله حلو فهبتدي إن أنا أستغله وهعمل منه بالشكل ده كده نجوم وهلالات وتقدر إن أنت تعمليه منها ديكور بسيط هبتدي أعمل أكتر من واحدة كده من النجمة ده لو أنت مش محترفة يعني في رسم مش تعرفي إن أنت تطلعي شكل النجمة ده ممكن إن أنت تطلعيها من أي كتاب عندك تمام و بعد كده هبتدي بورده أعمل شكل هلال وهعمل منهم أكتر من واحدة تمام بأحجيان مختلفة أو بنفس الحاج وهرشهم كلهم بنفس اللون وهستخدم بعد كده بورتمون فاضي تمام وهبتدي أثبت بقى الهلال والنجوم اللي أنا عملتها دي كلها تثبتهم بالشكل ده كده على الورتمون طبعا أنا شلت الستيكر اللي كان موجود عليه تمام هزيد مسافة بالشكل ده وهبتدي أثبتهم كده بنقطة من الشم ممكن تثبتيهم من جوه لو أنت حابة أن تثبتيهم من جوه بس من برده شكلهم أحلى تمام بحطك كده بالشكل ده بين كل نجمة والتانية شكل من الهلال وزعتهم بالطريقة دي على الورتمون كله وهستخدم كمان أعواد الشيش وهبتدي أقص منها يعني جزء صغير وبعد كده هبتدي برضو أثبت عليها من الهلال والنجمة اللي عملتهم بثبتها على الطرح من فوق وهستخدم هنا خلز أي خلز عندك يكون ملون أو أبيض وهستخدم كمان الملقى السبحة وهبتدي أحطها بالشكل ده كده جوه البرتمون ممكن بقى نستخدم هنا الشمعة الألكترونية وممكن ما نستخدمهاش تمام لو أنت حابة تستخدميها تمام فوتيها وتبدأي بقى تحطي الأعواد اللي احنا حطينا فيها الهلال والنجمة دي ممكن تكتري منهم كمان وتحطي أكتر من واحدة هتدي شكل حلوي جدا معين تمام فكريتها وسيطة وسهلة جدا ممكن نعمل البرتمون ده كده بس عشان نحط فيه السبحة أو السبحة اللي احنا بنستخدمها اللي موجودة عندنا في البيت كلها بس كده ده كان فيديو النهار ده كل سنوان طيبين سلام عليكم